تصريف الناقص اليأي في المضارع المجزوم أتذكر علامات جزم الفعل المضارع السكون الظاهر في آخره أنا، نحن، أنت، هو، هي أنا لم أفهم حذف النون أنت، أنتما، أنتم، هما، هم أنت لم تفهمي لا يتغير إذا اتصلت به نون النسوة أنتنا، هن أنتنا لم تفهم أتعلم تصريف الناقص اليأي في المضارع المجزوم الأفعال بنا يبني خشى يخشى سعى يسعى الزمائر المتكلم أنا لم أبني لم أخشى لم أسعى نحن لم نبني لم نخشى لم نسعى المخاطب المخاطب أنت لم تبني لم تخشى لم تسعى أنت لم تبني لم تخشي لم تسعي أَنْتُمَ لَمْ تَبْنِيَا لَمْ تَخْشَيَا لَمْ تَسَعَيَا أَنْتُمْ لَمْ تَبْنُوا لَمْ تَخْشَوْ لَمْ تَسَعَوْ أَنْتُمْ لَمْ تَبْنِيَا لَمْ تَخْشَيْنَا لَمْ تَسَعَيْنَا الغائب هو لم يبني لم يخشى لم يسعى هي لم تبني لم تخشى لم تسعى هُمَ لم يبني لم يخشى لم يسعى هُمَ لم تبني لم تخشى لم تسعى هُم لم يبنوا لم يخشوا لم يسعوا هُنَّ لم يبني لم يبني لم يخشي لم يسعي القواعد علامة الجزم في المضارع من الناقص الواوي هي يجزم الفعل الناقص اليأي بحث في حرف العلة مع الظمائر أنا نحن أنت هو هي يجزم بحث النون مع الظمائر أنت أنتما أنتم هما هم لا يتغير إذا اتصلت به نون النسوة التمرين الأول أسترشد بالضمير وأعيد كتابة الجملة التالية الغريب في الأمر أنه لم يجري خوفاً ولم يبكي ألماً مما حدث له أنهما أنهم الإجابة الغريب في الأمر أنه لم يجري خوفاً ولم يبكي ألماً مما حدث له الغريب في الأمر أنهما لم يجريا تجريا خوفاً ولم يبكيا تبكيا ألماً مما حدث له الغريب في الأمر أنهم لم يجريا خوفاً ولم يبكي ألماً مما حدث لهم التمرين الثاني أسند الجملة التالية إلى ضمير المخاطبة ثم المخاطبين لم يبالي بالنتائج لأنه لم يسعى ليكون من الناجحين الإجابة لم يبالي بالنتائج لأنه لم يسعى ليكون من الناجحين ضمير المخاطبة أنت لم تبالي بالنتائج لأنك لم تسعي لتكون من الناجحين ضمير المخاطبين أنتم لم تبالوا بالنتائج لأنكم لم تصعوا لتكونوا من الناجحين التمرين الثالث أعيد كتابة النص التالي مع ضمير المتكلم في المضارع المجزوم صحوت من نومي فسعيت إلى مصاعدة والدتي فلقيت منها الشكر والإكبار لم الإجابة صحوت من نومي فسعيت إلى مصاعدة والدتي فلقيت منها الشكر والإكبار لم أصحى من نومي فلم أسعى إلى مصاعدة والدتي فلم ألقى منها الشكر والإكبار ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر